اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في كل مكان القصة ليست في فيديو القطة والخلاط القصة ان صاحب الواقع بلوجر صيني مشهور اسمه جاك سبيسي او جاك لتياو عنده 29 عام يمتلك فوق الاربع مليون مشاهدة وربعمائة الف متابع على منصة ويبو تويتر الصينية متزوج ولديه بنت عندها سنة وامام الناس بينقذ قطة صغيرة ضالة والناس دائما تدعو له بالخير لكن الجانب المظلم للقصة انه صنع مجموعة اسمها محبين القطة الاسم يوحي بانها لصالح القطة لكن الحقيقة انها مجموعة من المرضى النفسيين يقومون بالاعتداء على القطة الصغيرة بأبشع الطرق ويبيع الفيديوهات هؤلاء الساديين محبي التعذيب والاستاذ جاك من اكبر نشطاء المجموعة والذي تسبب في فضح ذلك الرجل فيديو اخر غير منتشر كان يربط قطة في شجرة في غابة بعيدا عن التفاصيل وماذا فعل قام بنشر هذا الفيديو ولم يكتفي بنشر الفيديوهات كان يشرح بالكتابة تفاصيل التفاصيل معاناته اثناء تعذيب القطة وكيف كانت القطة تلفظ انفاسها الاخيرة قمة في الارف الحقيقة انه تم القبض عليه يوم الثاني عشر من ابريل والفيديوهات في المجموعة بدأت تخرج للنور منها فيديو الخلاط القطة والخلاط كات اند بلندر وقام بالاعتذار ومن الواضح ان السلطات سوف تقوم بالافراج عنه لكن قصته انفضحت و الناس في العالم كرهوه بالفعل والعالم وصفه بانه مختل عقليا والموضوع انتشر لدرجة انه بيوت الحي اللي ساكن فيه بدأ سعرها ينخفض وانتشر عنوانه وتليفونه بالتفصيل وعلى جانب اخر اعضاء مجموعة المرضى بتعذيب القطة وعدوانه قالوا انه عندما يخرج هيطلعوا ليف ويعذبوا قطة على الهواء وهناك حملة موسعة تحاول ان توقف الحادثة قبل وقوعها ولا احد يعرف ماذا سوف يفعل هؤلاء المجرمون شيء غريب للغاية ان تكون شخصية عامة مشهورة بانها بتنقذ القطة الضالة والحقيقة الصادمة انك مجرم وقاتل ومريد نفسي للأسف لكنه لا يعلم ان الله شديد العقاب في النهاية سوف نكون شهود عليك في يوم القيام